اقول انك لا تتعلم من خلالي انا اريدك و انا احترقك و انا اتبعك انا احبك كسر الله ضلوعك جبيلي كبسة شوف فكرتوا رح تقطع كيكي من غير من كيكا والله ده كيكي اخت الشغلة كيكي دو يو لاف مي يس اي دو ما اختلف ولكن اي دونت لاف الكبار اللي عم بتصرفوا من غير مسئولية طول بالك الحكي رح يوجع ويفيد لما تشوف ولد مراهق واحد قواها العقلية ما بلغت ووصلت لمرحلته النج انه يتخذ قرارات و احكام سليمة لتصرفاته و سلوكياته ما بتلومه ولكن لما يكون انفلوانسر كبير ارباب او فاشوليسكا وتعموا للكيكي الوين بتكون توصلوا انك كول انك احلى ام على انستجرام اردافك اللي جايبي اللايكات والكومنس و حياتك و كلهم عم بيبيعوا برامج تخصيص سريعة و ورق عنب على كومنتاتك ولكن جد الاطفال المتابعين اللي باني مملكتك عليهم و شايفينك اهم و افهم من ابوهم لانه بتمشط شعرك لفوق و بيسمعوا كلامك عن حبيبك الجديد اللي كل عشر تيام بتغيريه مرة و اما المسكينة مستمرة مع ابوه على مدى الاربعين سنة اللي ماضية ماما مشكول لازم تغير زيت برات الوكالة مثل الفاشوليسكا هدول شو بدو يقنعن انو ما تنزلوا من سيارة عم تتحرك حتى لو بيسرعة بطيئة نسبيا و نازلين بشارع حتى لو بيموقف سيارات و تصور ارد عم بيهز و انت سايق و عيونك مش على الطريق حتى لو ما في حدا قدامه كي بدك تقنع الطفل المراهق الصغير اللي ما بلغ و ما عرفان يميز بين البرنجلز الاحمر و الورنج انو هذا الامر خطأ هذا الامر ممكن يشكل خطر على حياته هذا الامر ممكن بخياله يتطور لكيكي جديد دعا نعمله تحت السيارة مثلا 100 حالة مصار مع عشي تقفو غلطة واحدة شخص واحد طفل واحد مراهق واحد يندعس شو زنب امه جد 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 شدك تقول ابوه والله يا عمي ابنك مات دعش كان عم بيهز كيكي مسخر بس والله مات بالغلط و انا ما اصدي عندي كتير متابعين يا عمي و ماني عارفان انو ابنك واحد منه مول كل عم بيعمل كيكي شمعنا واحد من المتابعين كيكي التواجد في بقعة الضوء كمؤثر شيء جميل الاستمرارية في بقعة الضوء كمؤثر صعب بفهم الشيء انك تظلك مرغوبة طول العمر شيء قليل الحدوث وهذا هو الامر الطبيعي ما تقنع حالك بأي شيء تاني التجديد ومجارات متطلبات ومستجدات العصر ممكن يجدد الرغبة نتفي بس لوين وقديش مستعدين انظلنا نقدم تنازلات لنظلنا مرغوبين نتفي الحرية جميلة ببيتك ترك لي بيتي وولادي بحال الله وفق صحيح الانترنت وتواجد الاشخاص على الانترنت ما الها بلد او قانون او سلطة يحكموها مظبوط ولكن القانون تبع البلد اللي انت بلحمك ودمك موجود على ارضها وفيها يجب ان يحترم مصر والامارات والسوريا من اوائل البلدان في العالم اللي بدأت بفرض عقوبات على الكيكيون وعقبال الباقي يا رب الشغلة بسيطة جدا حب نزلت بوست على الانستجرام جميل لشو البوست؟ او عن شو البوست؟ اه بس هيك؟ اه لانه الكل عم بيعمل هيك؟ طيب شو فايدة هيك؟ وين رايح بهيك؟ سامعك عم تصفر؟ ما في جواب؟ اذا انت ومتابعينك كلكن روحوا دوروا على كيكي بكيكي لان والله الحياة كول يا اخي يعني اذا حدا او قانون او دولة منعوك من انك تعمل الخطأ بيصير منع للحرية اذا هيك ماما حسان اكبر ديكتاتورية عرفة التاريخ يطول بعمرك مامي لك والله ما في غيرك اللي يخلى بكرة احلى اشتركوا في القناة جادة شكرا مرحو الٰنا بجيزة جاشًا جلا